اه بسم الله الرحمن الرحيم هنحل مع بعض اول مسألة في واجب شابتر 11 مسألة 11.3 اه بيقول لي عندي لود كونسيستوف 60 اوم رزيستور بيقول لي عندي لود كونسيستوف 60 اوم رزيستور بيقول لي ان المقاومة دي يعني على التوازي مع كاباستور ب90 مايكروفارات تمام واللود ده الفولت سورس بتاعه يساوي مية وستين كوزين الفين وعايز تمام اول حاجة نرسم المسألة بيقول لي ان اللود او 60 اوم رزيستور دي انبرر يعني على التوازي مع التسعين مايكروفارات كاباستور تمام يبقى نرسم كده اللود عندي هنا مقاومة وعندي هنا كاباستور على التوازي مع بعض وعندي معهم اه كونكتد تو افولت السورس في فاسي يبقى الفولت السورس ده اكيد برر معهم اعتيد على التوازي هو كمان معهم المقاومة قيمتها كامل مقاومة قيمتها 60 اوم طيب والكاباستنس الكاباستنس 90 مايكروفارات نحن اتفقنا ان احنا في لازم اي حاجة نحاولها الفيزرس تمام يبقى نحاول الفيزرس يبقى لما نحاول الكاباستنس الفيزرس واحد على جي اوميجا سي الاميجا نطلعها من الفولت السورس والفولت السورس مية وستين جوزين الفين تي بقى الاميجا هنا بالفين في الكاباستنس 90 في عشرة والس سالب ستة تمام نحسب الكلام ده يديني اه سالب خمسة بوينت خمسة 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 ستة جي تمام نحن كده اول حاجة حولنا الكاباستنس الفيزرس نتبه هنا بقى ثلاثة المسألة يبقى كده كده تقرب متع سالب خمسة بوينت خمسة خمسة ستة جي نقربها يعني تمام نحاول كده الكاباستنس زي redistricting سالب خمسة خمسة بوينت خمسة 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 فيها فان المسألة 김�payson نحظ ان الاولacji الماليك يمكن التنمكه الاوليك inferior ويجب أن نفكر مع بعض قوانين الأفرد جوار قانون الأفرد جوار يقول P يساوي نصف Vm Im كوزين سيتا V ناقص سيتا I هذا القانون العام لما أحسب الباور على لود فأنا لدي أي لود إتفقنا أن سيتا V ناقص سيتا I تساوي 0 لأن هذا هو رزيستف لود هذا يعني أن سيتا V ناقص سيتا I تساوي سيتا V و سيتا 0 بواحد القانون سيتحول لكده بي يتساوي نصف Vm Im ويجب أن نكتبه يبقى كده هذا القانون الذي سنستعمله نحن عارفين أن بي تساوي نصف Vm Im هي تساوي قانون الباور اللي عارفينها يمكن أن نحاولها لنصف Vm Im magnitude square في R يبدأ كده مجموعة من القوانين سيكون عارفين هذا القانون في حالة resistive load لو قال يحسب الباور على resistive load سأستخدم القانون من دول نحن نستخدم أسهل واحد فيهم الذي هو هذا القانون سأقول أن الأفرج باور اللي عايزة نصف Vm I اللي ماشي في اللود يبدأ بالتربيع في المقاومة الـ60 يبقى نصف نصف في المقاومة ال160 فولت هو نفس الفولت الصورس الى هنا لان كل دي نود واحدة فال160 دي هي توازي مع الكبستانز وتوازي مع المقاومة يعني ال160 دي هي نفسها الفولت اللي حوالي المقاومة 60 قوم فنحن ممكن نقول انها بتساوي الفولت الفولت اللي هو 160 على المقاومة اللي هي 60 ليه ثاني لان نخبر لكم يا شباب إن ال160 دي هي نفس الفولت الصورس Healthy حوالين الكاباستانس ونفس الفولت الصورس حوالين المقاومة. تمام? اتمنى اكونوا اخذت بالكم النقطة دي. يعني 1006 دي هي الفولت الصورس اللي حوالين 60 او. فنقول ان اي بتساوي الفولت على الطيار الفولت ب160 على المقاومة اللي هي 60. اه هاتي دينا. هاتي دينا اتنين. بالنسبة لي. 607 امبير انا كده حسابة الطيار. والمقاومة معي قدر تطبق بقى القانون بشكل مباشر. يبقى اقول ان البي او الافرت باور. بتساوي نص في ال اي او ماجنديوت ال اي سكوير. في الار. يعني بتساوي نص. في الى عندي اصلا هي كده كده. رقم صحيح فكده كده هو هو الماجنديوت. كل تربيع. في الار هنا قيمتها 60 فده لو اثنين واحد ثلاثة بوينت ثلاثة تمانية وط فده كده الافردج باور اللي دليفرد لي اللوت 60 او ده كده اول مسألة